إلى ذلك عقدت لجنة الأمنية بمحافظة التتعز برئاسة المحافظة بالشمسان اجتماعا طارئا لمتابعة تداعيات جريمة السيداف أحد المسلحين للمواطنين الأمنين في أحد مطاعم مدينة التربة وأدى الهجوم إلى إصابة عدد من من كانوا في المطعم بما فيهم أحد موظفي برنامج الغذاء العالمي والذي توفي بعد إسعافه للمستشفى متأثرا بجراحه بحسب المعلومات الأولية وأكدت لجنة الأمنية أنها تقوم بتعقب مرتكبي الجريمة وترجل من المواطنين الإبلاغ عن أي معلومات قد تساعد في القبض على المجرمين كما أهبت لجنة الأمنية بوسائل الإعلام والصحفيين ومرتادي وسائل التواصل الاجتماعي عدم نشر الإشاعات واستقاء المعلومات من اللجنة الأمنية التي ستوافل جميع أولا بأول بنتائج التحقيقات والتحركات وجهود ضبط المجرمين وأكدت لجنة الأمنية والسلطة المحلية في محافظة تعز أنها ستقف بحزم في وجه هذه المحاولات لزعزعة الأمن والاستقرار والتي تقف وراءها جهات معروفة برغبتها في إضعاف المحافظة وتشويه صورتها المدنية الآمنة مشددة على أن هذه الجريمة لن تثني عزيمة أبناء تعز في المضي قدما في بناء وطنهم وتحقيق الأمن والاستقرار تحقيق الأمن والاستقرار